قتل عشرون شخصا على الأقل وجرح أكثر من مئة وسبعة وعشرون أخرون في اعتداء انتحارية بسيارة مفخخة في محطة وقود وسط باكستان الانفجار هز مدينة فيصل أباد الواقعة على بعد مئة وعشرين كيلومترا غرب مدينة لهورة عاصمة إقريم البنجاب أكبر أقلم البلاد واستهدف الاعتداء مكتبا لهذه التحقيقة الاتحادية الحكومية القنبلة أتت على العديد من المباني ومحطة لعدة التزويد بالغاز الطبيعية والحقت أضرارا بمركز تجنيد تابعة للجيش ودمرت عددا كبيرا من السيارات